السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 27 نيسان إبريل القمر اليوم استقر في برج القوس طبعا رح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 9.37 دقيقة من صباح يوم الغد العحد لا ينتقل بعدها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9.54 دقيقة من صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما إنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية يتحول تفكيرنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء أيضا من ميل السفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهة مثلا ويمكن أيضا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حظمة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي زاوية رح تكون ذروتها ساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيرها رح يكون طيلة اليوم فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش فمن واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيف تقر البعض لشجاعة لازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيل جولة الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة طيب ملاحظة معلش بدي أشرح أنا في هذا يعني منلاحظ أنه الزاويتين تقريبا في نفس الوقت وتأثيراتها متضاربة عشان هيك بيجي أشخاص بقولك يعني أنت بتقول شيء وبعدين بتناقض الشيء وإحنا مش عارفين نأخذ من أي شيء طيب خلينا نشرحها الزاوية الأولى إلها علاقة بالفكر يعني بتركز على تفكيرك نشاطك حركتك قدرتك على الإقناع والحوار الزاوية الثانية إلها علاقة بالحضود ما نعتمد على الحضود وبرضو بتعطينا فرص إن إحنا نتهرب من المسؤولية أو بتجعل البعض يتهرب من المسؤولية فهاي الزاوية شيء وهي الزاوية شيء هاي إلها تأثيرات على شيء وهاي إلها تأثيرات على شيء مش تضاربه أنت اللي ما فهمت إيش اللي أنا حكيته عشان هيك لما بدك تأخذ الزوايا حاول إنك بسطها على الآخر أنا ما بقدر أبسط لك إياها لأنه أنا لازم أوصل لك كل تأثيراتها ماشي بالحوار ممكن تكون إنها متضاربة ولكن فعليا هي بتندمج في بعض يعني إن شاء الله أني أكون وضحت الصورة إذا ما وضحتها وحابين أني أشرح عليها أكثر اكتبوا لي في الدعليقات بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية باقي عضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القاوس خلو المسار القادم بيكون يوم الغد الأحد ساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 19 يوم في تمام الساعة 57 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% القمر في القاوس حتى يوم 28 أربعة سعيد الآن بنسبة 15% ساعة العصر منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 15 خمسة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 34 منتحس بنسبة 5% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% قرى نصف الثور حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة وبتشعروا اليوم بقوة العاطفة ورغبتكم بالتقرب من أحباكم وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما بتتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة اليوم متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديد الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي اليوم بدك تكون عقلاني في حل المسالة المالية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود مقابلكم اليوم فعشان هيك هذا اليوم مناسب لا تعزي شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو الحوار أو الاتفاق على مسألة ما أم بس هاي الفترة بضل فترة سلبية ضاغطة لأن القمر موجود مقابلك بيسحب من طاقتك فما بينفعك سوى الصبر والمرونة فممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات فبدك تكون حكيم في حلها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك أيضا بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين في إدارة أعمالكم وتحسنوا إدارة الأعمال وحاذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل أو المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم عشان ما تضطروا للعمل وقت إضافي أو تتراكم عندكم الأعمال برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط وممارسة الهوايات والاهتمام بالذات فما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وصحيح الأخطاء برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة لأنه شوي الأجواء عدائية ومتوترة فبدك تراعي وضعك الصحي ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو الحدث العائلي اللي يلفت انتباهك أو يتطلب منك التصرف بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبرضو بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحدود وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدرتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي دائما المكاسب المالية بتيجي لما بكون القمر في البيت الثاني من عمل إضافي أو ممكن يكون مستردات، هبات أو دعم مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات ومتعنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات بدك تدرسها بشكل جيد فترة إيجابية فممكن تحقق من خلالها ربح برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية أيضا هذا اليوم بيحمل امفراج وتقدم في كثير من المجالات لأنه رح تتعوض الفترة الماضية اللي كان فيها ركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا استغليت الفرص برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن تهدى وطيرتك لحد الركود أو تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لأن القمر اليوم موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فبدك تضبط أعصابك لا تحسم أمر فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها فعشان هيك حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق أو علاقة اجتماعية أو معرفة ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ابتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد على أرباح أو تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم في عملهم وعلاقاتهم مع المسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هد من روعك وما تنفعل ولا برضو بدك تتجنب مخالفة القوانين لأنه يعتبر هذا بيت السمعة فبدك تحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وأحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها وحاول تتمم أعمالك وخلي علاقاتك جيدة مع المسؤولين وما تهمل بأعمالك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء